اشتركوا في القناة نص الاول القراءة اللي هو نص رفاق المدرسة سنقوم بتصحيح لحلول تمارين ضيب عندنا سؤال اول يديرينه حول النص هذا استخرج من النص العبارة التي تؤدي الى المعنى التالي الكلام الجميل يملأ الرفاق سعادة وانشرة الجملة من النص التي تدل على هذا المعنى الجملة التي في النص تدل على المعنى ممكن مثلا هذه سأحرص على ان انطق بما يفيد من القول الطيب الحسن الذي ينشر اجواء تحيطها الفرحة والتفاؤل بيننا نحن الاصدقاء هذه العبارة تدل على هذا المعنى طيب سؤال ثاني اشرح كلمة دروب اذا كلمة دروب جمع درب الدرب وهو الطريق الدروب هي الطرق مفردها درب وهو الطريق وظفها في جملة مفيدة من عندك مثلا نقول دروب تحصيل العلم كثيرة فاحرص على ان تسلكها دروب تحصيل العلم كثيرة فاحرص على ان تسلكها سؤال لبعده من المتحدث في النص المتحدث في النص هو التلميذ او بمعنى اخر هو الكاتب في سورة تلميذ الكاتب في سورة تلميذ طيب سؤال لبعده عن من يتحدث النص يتحدث النص عن نوعية من الاصدقاء وهم الاوفياء والمخلصون يتحدث النص عن الاصدقاء الاوفياء المخلص طيب سؤالي بعده بماذا يتميز الرفيق المخلص الجواب يتميز الرفيق المخلص بالوقوف إلى جانبك في السراء والضراء ويحفظ الأسرار ويخفف الهموم ويرشدك إلى الصواب ويقدم النصيحة بلا خداع ويدل على دروب الخير هذه صفة الصديق المخلص سؤالي بعده كيف يعامل رفاق المدرسة بعضهم بعضا الجواب يعامل رفاق المدرسة بعضهم بعضا بكل مودة ورحمة لأنهم تعودوا على التفكير والعمل في المدرسة معا ولأنهم يتعلمون دروس المحبة والأخوة والتعاون كل يوم طيب ما الذي جعلهم كذلك جعلهم كذلك لأنهم تعودوا تعودوا على التفكير والعمل في المدرسة معا مع بعضهم البعض ولأنهم يتعلمون هذه الدروس دروس المحبة والأخوة والتعاون ذلك كل يوم سؤال البدء على ماذا يتمرن رفاق المدرسة؟ الجواب يتمرن رفاق المدرسة في المدرسة على العمل مع الجماعة في عدل وإحسان على العمل الجماعي في عدل وإحسان سؤال لبعض ما هي التصرفات التي يجب ما هي التصرفات التي يجب أن تقوم بها والتي يجب أن تتجنبها في مجتمعك الصغير المدرسة الجواب التصرفات التي يجب أن أقوم بها في مجتمع الصغير وهو المدرسة هي العمل على كسب محبة رفاقه العمل على كسب محبة رفاقه وعدم التأخر في مد يد المساعدة لمن يحتاجها والقول المفيد أما التصرفات التي يجب أن أتجنبها في المدرسة هي النميمة والحذر من سماعها والابتعاد عن النمامين لأنهم مصدر العداوة بين الأصحاب طيب سؤال لبعض كيف ينشر الكلام الطيب أجواء الفرحة والتفاؤل حول من يحيط بنا الجواب ينشر الكلام المفيد الطيب أجواء الفرحة والتفاؤل حول من يحيطون بنا عند تقديم النصيحة وبذل الدعاء ونشر الحماسة والتشجيع على فعل الخير والإرشاد إليه وتزيين صورة المستقبل مثل تقديم نصيحة لزميل من الزملاء متهاو فيحقق النجاح طيب سؤال لبعض ماذا يؤسس التلاميذ لحفظ وتقوية الرفقة والصداقة في المدرسة الجواب يؤسس التلاميذ لحفظ وتقوية الرفقة والصداقة في المدرسة جمعيات تعاونية جمعيات تعاونية في مختلف مراحل التعليم والدراسة ويمثل ذلك تهيئة وتكوين لهم للدخول إلى المجتمع الكبير ما الذي يمثل ذلك لهم قلنا يمثل ذلك تهيئة وتكوين وتدريجا لهم للدخول إلى المجتمع الكبير أو إلى مدرسة الحياة الكبيرة سؤال لي بعده كيف تعدنا الحياة داخل المدرسة لنحية وسط المجتمع الكبير مستقبلا تعد المدرسة نموذجا صغيرا للمجتمع المصغر ومن استطاع التأقلم في مجتمعه الصغير الذي يستطيع التأقلم في المجتمع المدرسة لن يجد صعوبة في التأقلم في العيش في المجتمع الكبير لأنه اكتسب الخبرة من المدرسة سؤال لي بعده ناقش مع الزملائك أعمالا قمت بها في المدرسة سابقا زادت من روابط المحبة والأخوة بينك من الأعمال التي قمت بها في المدرسة وزادت من روابط المحبة والأخوة مع الزملائي المراجعة والتحذير للاختبارات والمشاركة في حمالات التطوع للتشجير والتنظيف داخل المدرسة وخارجها وكذلك الرحلات المدرسية طيب نروح الأثر لغته لائم بين كل عبارة ومعناها طيب مثل الماء في الغربال قرير العين ذروة المجد ليس كل ما يلمع ذهبا طرح المسألة على بساط البحث تبلورت الفكرة بلوغ قيمة النجاح ليس كل ما بدى مطابقا للحقيقة لا يحفظ الأسرار ناقش موضوعا مع غيره مطمئن أصبحت تامة واضحة طيب مثل الماء في الغربال مثل الماء في الغربال هذه نفس المعنى معه لا يحفظ الأسرار مثل الماء في الغربال نفس المعنى معه لا يحفظ الأسرار جملتان عندهم نفس المعنى طيب قارير العين قارير العين معناها مطمئن نم قارير العين معناها نم مطمئن طيب ذروة المجد معناها بلوغ قمة النجاح ذروة البجد هي بلوغ قمة النجاح ذروة المجد هي بلوغ قمة النجاح طيب، ليس كل ما يلمع ذهبا، نفس المعنى معه، ليس كل ما بدى مطابقا للحقيقة طرح المسألة على بساط البحث، معناه ناقش موضوعا مع غيره ناقش موضوعا مع غيره الجملة الأخيرة، تبلورت الفكرة، أي أصبحت تامة واضحة تبلورت الفكرة، أصبحت تامة وواضحة نروح، ألاحظ وأكتشف عندنا النص، قال الناس سؤال هنا، ما هو موضوع النص هذا اللي راه مكتوب هنا ما هو موضوع النص؟ موضوع النص هو حقيقة الصادق، هذا النص هذا رأي تكلمنا على حقيقة الصادق من كم فقرة يتكون؟ يتكون هذا النص من فقرتين، فقرة الأولى تنتهي عند القوسين وهذه فقرة ثانية، فيه فقرتين طيب، بما تبدأ كل فقرة تبدأ كل فقرة بفراغ تبدأ كل فقرة بفراغ لازم يكون تبدأ بفراغ سؤال آخر، مما تتكون كل فقرة؟ تتكون كل فقرة من عدة جمل جمل، 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 تكون لنا فقرة إذن تتكون كل فقرة من عدة جمل هذه القاعدة الضائرة النحوية صح، ألاحظ وأكتشف درس الصرف تاء المفتوحة وتاء المربوطة عدنا هذه الفقرة، إن من آثار الرفقة تكذا، سؤال ما هو أول فعل ورد في الفقرة؟ أول فعل ورد في الفقرة هو رأيت رأيت الفعل، رأيت وقد رأيت وكيف كتبت تاء في آخره؟ كتبت مفتوحة لأنها فعل تاء مفتوحة، تاء الفاعل كتبت مفتوحة أذكر الأسماء التي كتبت تاءها مفتوحة الأسماء التي كتبت تاءها مفتوحة في هذه الفقرة عندنا تعاونيات تعاونيات وعندنا الوقت تعاونيات الوقت هذه أسماء كتبت تاء مفتوحة فيها استخرج الكلمات التي كتبت بتاء مربوطة الكلمات التي كتبت بتاء مربوطة هي الرفقة السعادة المدرسية المنفعة وهذه كلها أسماء ما هو مفرد كلمة السعاء السعاء هو الساعي الساعي السعاء تأ مربوطة لأن القاعدة تقول جمع التكسير إذا كان في مفرده لا تجد تأ وعند جمعه أصبحت في تأ 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 تكتب مربوطة طيب يظهر لنا أنكملنا بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو كذلك الاشتراك في القناة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله أشهد أن أستغفرك ربي وأتوب إليك أشهد أن أستغفرك ربي وأتوب إليك ترجمة نانسي قنعة